13% من الأطفال في الجزائر يعانون من مرض السمنة حسب آخر إحصاء للمعهد الوطني للصحة العمومية وهو رقم مخيف دق لأجله الخبراء لا قوس الخطر دراسة الأخيرة فيما يخص الأطفال اللي قام بها المعهد الوطني للصحة العمومية واللي يقدمها البارحة كانت نسبة على الإصابة في منطقة الجزائر هي 13% هذا فيما يخص النسبة على الإصابة بالسمنة طبعاً ورقة طبعاً رقم مخيف جداً لأنه 13% لأنه كل ما يزيد ممكن يزيد في السمنة قلة الحركة لدفية الأطفال بسبب نقص أماكن الترفيه والاستعمال المفرد للهواتف الذكية والإدمان على الألعاب الإلكترونية والإكثار من السكريات تعد من الأسباب الرئيسة في الإصابة بالسمنة نحن نعرف أن الأطفال أصبحوا قليل الحركة قليلية الحركة وأيضاً في نفس الوقت يعني يتناول كثير من السكريات وكثير من الدسوم وأنتم ما رأتم شفتوا حتى في المدارس أنه اللمجة وشن مدها عندما يأخذها كما نقول نحن لقوتي أصلاً هو تقريب كلها سكريات ودهون أنه يوم كامل أنت هو أمام الهاتف تاعه أو أمام الألعاب وزيد أيضاً هكذا النقطة أخرى أيضاً ما بقاش ناس كما السابق يعني في أماكن يجب أن يكونوا أماكن تاع اللعب تغيير النمط الغذائي وإشراك الأطفال في النشاطات الترفيهية وإبعادهم عن شاشات الهواتف هو ما ينصح به المختصون للقضاء على ظاهرة السمنة المسنفة من الأمراض المزمنة خاصة عند الصغار ترجمة نانسي قنقر